أهلا بكم مشاهدين تسعة مقاعد من أصل 329 خصيصة للأقليات في العراق خلال الانتخابات النيابية المقبلة خمسة من هذه المقاعد للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الصابئة والإيزيديين والشبك والكرد الفيليين توزيع مقاعد الأقليات على المحافظات العراقية سيكون كالتالي مقعدان في العاصمة بغداد واحد للمسيحيين والثاني للصابئة المندائيين مقعد واحد للمسيحيين في أربيل ومقعد واحد للمسيحيين الأشوريين في كاركوك ثلاثة مقاعد في الموصل واحد للمسيحيين وواحد للشبك وواحد للإيزيديين مقعد واحد للمسيحيين في دهوك وأخيرا مقعد واحد للكرد الفيليين وهذا المقعد استحدث للمرة الأولى بعد مطالبة هذه الأقلية بضرورة منحها حصة في البرلمان تفزيع هذه المقاعد جاء بعد تعديلات على قانون الانتخابات وقرار مجلس النواب العراقي بالاتفاق مع الأفريقاء السياسيين على انصاف الأقليات والسماح لها في المشاركة السياسية بمجلس النواب عبر نظام الكوتا انصهار الأقليات العراقية ضمن أحزاب وكتل سياسية من غير طائفتها أو قوميتها جعل من أصوات ناخبيها تتشتت إذ أن الأقليات التي تصل إلى البرلمان عبر الانتخابات العامة خارج الكوتا تحمل إيديولوجيا الحزب الذي ترشحت عنه الأقليات الدينية والعرقية في العراق تدخل الانتخابات هذه المرة في ظروف مختلفة عن الانتخابات الماضية بعد تعرضها للإرهاب والتهجير المنظم من قبل تنظيم داعش خلال السنوات الماضية الأقلية الأيزيدية تعد الأكثر تضررا من إرهاب داعش بعد تهجيرها عام 2014 وارتكاب داعش مجازر بحق المدنيين العزل وأعدامه المئات منهم فضلا عن أسره وسبه الآلاف من النساء والأطفال الأيزيديون ينظرون اليوم إلى الانتخابات كشيء ثانوي أولويتهم إعادة إعمار مناطقهم المحررة والكشف عن مصير المفقودين لدى داعش فضلا عن تعويض المتضررين